أهلاً ومهلاً بكم في برنامجكم الأسبوعي إزرانة معزل لو تسمحوا لي وبعد إذنكم اليوم الحلقة مختلفة نوعاً ما وهذا بطلب واستجابة لطلب أحد الأصدقاء وتوطعك والسبب مختلفة لأننا سوف نأتي بكلمة بتجيبوا كلمة رئيسية في اللغات تنظر هي كلمة رئيسية في جميع اللغات العالم وهي عضو من أعضاء جلس الإنسان اللي هي اليد علش نقول هي كلمة رئيسية غالباً فيه حوالي 120 كلمة يستخدمها علماء اللغة تسميها أحياناً باسم swadish list وهي عقيقة swadish list متغيرة في مجموعة يعني حسب الفترة اللي كانت تدرس فيها وتدرس فيها والآخرين المهم هذا مش موضوعنا الموضوع إنه هو فيه كلمات من الغالب في جميع اللغات العالم هذه الكلمات لا تتغير وتكون ملازمة ولصيقة باللغة الأم بحيث ما تتغير يعني شمس، أرض، يد، وجه إلى آخره من الكلمات المرتبطة بالحياة اليومية للإنسان منذ الموجودة منذ الخليقة إلى يوم نهاية هنا نبدأ مقارنة بسيطة بس وهذا درنا على فكرة في اللغويات يعني لو بعضكم متابع المجموعة اللي نديرها على من العلم اللغة العام يعرف أن هذه المقارنة درناها من قبل فمثلا، في اللغات السامية اللي هي العربية والعبرية والعربية وغيرها من هذه اللغات السامية يستخدمه في كلمة من جذر تنائي وهو اليا والداني يد، يد، يود، إلى آخره بس في العربية مثلا، والعبرية والعرمية يقلون يد، أظن العرمية تقول ياد ولكن شاهد أن كلها تدور على الجذر يا وداني بينما في الأمازيغية هذه الكلمة لليد جاءت من فوس أو ياف ياس من جذر فا وسين وجميع التنوعات الأمازيغية، شرقها، غربها، شمالها، جنوبها، كلها تقول أفوس أو فوس يعني لسبب معروف عند اللغويين، الألف في البداية، ألف الابتداء، هذه التعلم فممكن أن يدهي الدرس هنا في الكلام بتاعنا ولكن هناك سؤال اللي بنسأله للذين يعني يحاولوا جره الأمازيغية إلى أي مجموعة من اللغات يقولون الأمازيغية أصلها من اللغات السمية وهذا قال يعني فيه من قال بهذا الكلام مما لا شك فيه ولكن لم يقولوه بالطريقة التي يقول بها أتباع عن فهم خشيم ومن نحى نحوه وعلى فكرة والله يعني أنا مش من الدعاة للاستهزاب الآخرين ولا للاستهزاب كلامهم وأي كلام يأخذ ويدرس ويمحص ثم يتبث فيه حكم ولكن نسمى فليبيين دي ما ينكتوا على فهم خشيم يقول لي حاول أنه يعرب كل شيء ويدخل يوقع الكتاب العربية حتى أنه قال الشيخ زبير وقال يعني شيء كثير حقيقة مضحكة ولا يجوز أن تخرج من إنسان يدعي له فحتى وقع في يتي كتاب اسمه هؤلاء الأباطرة وأسماءهم العربية أدعوكم لقراءة هذا الكتاب باش تشوفوا كيف التخريف اللي وصل به بعض هؤلاء المتطفرين على علم اللغة على أية حال اللغة يعني التقاس قربها من بعضها مش بمجرد المحصلة أو محصلة الكلمات اللي موجودة في أحد هذه اللغات أبداً هذه هي أحد الأشياء أكيد يعني التقارب المعجمي أمر مؤكد ولكن كذلك في النحو في التصريف في البنية في أشياء كثيرة جداً تبني عليها أو يبني عليها العلماء تقارب لغات بعضها من بعض فمثلاً العربية والعبرية ما فيش أدنى شك أن أصولهم واحدة مع الأرامية وغيرها من هذه اللغات السامية ما فيش أدنى شك على جزء ما قلنا لما نجو لي يد شمس جنة سماء أرض كلها من جذور واحدة وهي كلمات رئيسية في اللغة نحن لا نقول شمس ولا شمسه ولا تشمسه ولا تشمسيت ولا نقول تفويت تفوكت تفوشت ولكن تفوكت هي الأساس في كل هذا الكلام فكيف لتفوكت أن تصبح شمس؟ كيف ليد أن تصبح أفوس؟ كيف لأرض أن تصبح تمرد؟ فأظن أن فيه فريقين هنا فيه نوع تستطيع أن تتحدث معه بالعقل وفيه نوع لا يمكن أن تناقشه بالعقل ولا بالنقل ولا بأي شيء ولهذا أنا أحبذ عدم النقاش مع هؤلاء من الأساس على أي تعالي نعود إلى كلمة أفوس وهذه الكلمة بأنمعها في اللغة الأمازيغية أفوس هذه زي ما قلنا عند أمازيغ الشمال مثلا ومازيغ الجنوب تعني اليد قد تعني أحيانا أشياء أخرى فمثال عندي محاضرة أدرت عن الأرقام على فكرة في جبل نقوسة الرقم الخماسي وما يتعلق بكل ما هو خماسي في جبل نقوسة ولكن هنا سأتحدث عنه مرة أخرى اليد تملك خمسة أصابر في اللغات العالم النظام العد عشري هو المتعارف عليه اليوم ولكن كان هناك نظام خماسي وكان هناك نظام عشرين ولهذا في الفرنسي نقول كاتروبا ديس يعني المقصود أن العشرين هو النظام اللي يحسبوا فيه باللغة الفرنسية نعود مثلا في اللغات الإسكندنافية يستخدمون ربما النظام العشريني هؤلاء اللغات تستخدمون لما خماسي وجاب النفوس على ما يبدو إلى فترة قريبة وهذا كان يسمي الأرقاب حتى رقم خمسة يقول أفوس ثم يعيد الكرة من جديد ويتهي به إلى سني فاسن لهم عشرة وإلى آخرين عند الجنة عند التوارق شيء لا علاقة بالعد يقولون أفوس كذلك للقطيع من الفيار أهم فوس يهم فاسن مثلا وكذلك عذاب يسمي بالعد فقط ذكرت كل هذا لأرجع إلى موضوع العد والإحصاب باليد طبعا كم اليد يسمى تنفوس تنفاسي يقال يعني يعني كذلك مثلا في فوس وأفوس وإفاسن إلى آخره بجميع التنوعات مثلا في زواغة وأير وإلى آخره يقولون كذلك أنفوس وإنفاسن كذلك عن كم الجبال طيب اليد في نفوسة كما ذكرنا تعني رقم خمسة وتعني كذلك اليد في وعنما يبدو أن سوكنا وجربة قديما جدا كانت تستعمل نفس هذا الطريقة في الإحصاب طبعا من الاستعمالات لأفوس هي المقبض الدراع من الشيء يعني أشياء كثيرة زي موجودة في الإنجليزية والفرنسية والعربية وإلى آخره المقبض يسمى يد الباب يد الباب في الأمزيغية كذلك وإلى آخره تستمع فيه كلمة أفوس وتوجد مثلا تيفوسين وتفوس اللي هي اللي هي القبض من العشب وإلى آخره تستخدم كذلك وإيفسين اللي هو اليد اليونة أفاسي إنفوس يقال كذلك أنها جاءت من نفس المعنى اليوم والبركة أو اليمين كذلك تستخدم على فكرة بمعنى إفوس بمعنى الجنوب كذلك ذكرنا المقبض ذكرنا الكم ثم ذكرنا القبضة من النباتات وإلى آخره كالسنابل وذكرنا أشياء أخرى يعني أمر بسيط جداً ما يحتاج إلى كثير من التخمين وهلا موجود كما ذكرنا الطاقبيدي التاريفي كل التنوعات الأمازيغية عندهم نفس الجدر إذن حقيقة حبيت بالسنة نتكلم عن هذه الأشياء لأنها لأن حقيقة كثرة الكلام على أصول الأمازيغية ومين جدت واللغة وغالباً لأن المناظرين الأمازيغين منشغلين عن هؤلاء الناس وما يعدلوا شغالهم فهؤلاء يظلون لهم على حق ويتماذوا كذلك ولكن يجب القول أن في كم من العلماء من المجموعة تنتمي اللغة الأمازيغية اللغة تنتمي نوعee أفروازيتيت المجموعة هذه التي تنتمي لأفريقيا وآسيا ومن ضمنها العربية والأمازنية ولكن هذا لا يعني أبداً أن العربية تنتمي للأمازنية والأمازنية تنتمي للعربية ربما عندما يقول مثلاً اللغات السامية لا يقصدون أن العبرية جاءت من عربية أو أن العربية جاءت من عربية كما يدعي هؤلاء الأوروبيون يسمون اللغات العروبية هذا طبعاً حاولة فاشلة لنسبة كشير العربية حقيقةً حتى كلغة اللغة العربية تعتبر أجدد من هذه اللغات الأخرى حتى العبرية نفسها تعتبر العربية أجدد منها فأنا حقيقةً لست أعاد العربية ولا أعاد العبرية بل هي كلها آية من آيات الله سبحانه وتعالى وهذه اللغات تحترم وتقدر وإلى آخره المشكلة هي مع التعصب مع الكذب مع التخريف الذي موجود زي ما ذكرنا في مثال علي فهم خشيم علينا في ليبيا كتاب و يعني كمثال واضح ويوجد في الجزائر من أمثال هؤلاء ويوجد في المغرب ويوجد كذلك حتى في تونس وما أكثرهم حقيقةً هؤلاء المخرفين والذين يتطفرون على علم اللغة على أي اتحال ذكرت زي ما ذكرنا تافوكت كما ذكرنا أفوس كما ذكرنا هذه الأشياء فإن كانوا يريدون فعلا جدين التقريب ومعرف وتعريفنا بالقرب اللغة الأمازيغية من هذه اللغات فليأتون بأمثلة واضحة وصريعة من هذه الكلمات التي تعتبر أساسية في اللغة تنمي التنون وإلى حلقة أخرى فهذا هو استجابة لطلب أحد الأصدقاء وإلحاها علي منذ أسابيع لأتكلفي هذا الموضع تنمي التنون وإلى حلقة أخرى إن شاء الله